مرحباً رحيم الصلاة والسلام على سيدي المرسلين السادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحاول أن أجول بسرعة حول ما راحته في مشروع التعديل الدستوري المطرح في هذه المرحلة على الشعب للاستفتاء عليه إذن قلت أولاً نبدأ بالمحكمة الدستورية بعض الملاحظات بالنسبة للمحكمة الدستورية فيما يخص رئيس المحكمة الدستورية يعينه رئيس الجمهورية وأنتم تعلمون جيداً أهمية رئيس المحكمة الدستورية في النظام الجزائري وصفة عما المحكمة الدستورية ذات بال ذات مكانة في كامل الأنظم أو النظم التي تعتمدها رئيس المحكمة الدستورية لما يعينه رئيس الجمهورية بمعنى ضمنياً يعزله صاحب التعين أو صاحب سلطة التعين هو صاحب سلطة العزل كيف لرئيس المحكمة الدستورية أن يمارس مهامه بكل استقلاليات وحيات وهو المعين من طرف رئيس الجمهورية كيف لرئيس المحكمة الدستورية أن يتحرك ضمن مجال دستوري بكل أريحية وحرية وهو يعلم أنه الموعين من طرف رئيس الجمهورية والأفضل الأصلح كما هو الحال في بعض الدول جيراننا ليسوا ببعيد أن يتم انتخاب رئيس المحكمة الدستورية من بين ومن طرف أعضاء المحكمة الدستورية حتى يكون الأمر أوضح حتى تكون المحكمة الدستورية فعلا لها تلك المكانة المرجوة منها أيضا نلاحظوا مثلا في حالة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الأمة رئيس الدولة وتعلمون تلك المراحل في الحقيقة هو من بين المقترحات المحترمة أن يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني لأنه هو المنتخب في الأصل هو جي من مجلس منتخب انتخاب مباشر وسري مثل رئيس الجمهورية لماذا دائما نصر على رئيس مجلس الأمة هذه يعني لاحظناها كثيرا واخترحناها في مقترحات قديمة رئيس الجمهورية أيضا فيما يخص عبارة ذكرت في نفس المنحة هي إختار المحكمة الدستورية وجوبا أو تتحرك المحكمة الدستورية وجوبا في حال مرض رئيس الجمهورية مرض خاطر ومزمن يعني من يتحرك وجوبا محكمة الدستورية من يحركها ثم من يقول أن رئيس الجمهورية مريض من هي الهيئة التي تتحرك في حال مرض رئيس الجمهورية من هل هناك جهة طبية ذات صلاحية الدستورية يخول لها أن تتحرك في الوقت المناسب وأن تبلغ شهادة طبية توضح حالة الرئيس إلى المحكمة الدستورية هذا الفراغ موجود من الدستور الماضي هذا الفراغ هو الذي جعل الرئيس السابق يبقى على رأس السلطة سنوات وهو مريض من الذي يكلف دستوريا بالاتصال بالمحكمة الدستورية يقول أن الرئيس مريض لا يوجد يعني لما تتحرك المحكمة الدستورية وهذا الوجوب لست أدري كيف يكيف ثم من الذي يجبرها على أن تتحرك ثم نرجع النقطة السابقة أن رئيس المحكمة الدستورية يعينه رئيس الجمهورية كذلك ذكرت عبارة دون أجل دون أجل دون أجل ما عندنا في اللغة العربية دون أجل هو القصد بالها فورا لكن دون أجل هذا أيضا هذه ثغرة دون أجل من تتحرك دون أجل هو مريض يعني سيتحرك يوم عندي أيضا ملاحظة حول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنسبة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يعين رئيسها رئيس الجمهورية هو اسمها مستقلة أين استقلالها في هذه الحالة؟ لماذا لا ينتخب من طرف زملائه؟ لماذا يعين هو وزملائه من طرف رئيس الجمهورية؟ نعم حتى ما نقول شميكوش عدنا عقدة من تعيينات رئيس الجمهورية هذا مسألة المرسوم الرئاسي الذي يثبت الشخص في منصبه ليعطيه قيمة كذا هذا شيء آخر أما مسألة التعيين أنك تضع الشخص كما تعزله وتسميه بأنه مستقل أو في هيئة مستقلة هذا يطعن في حقيقة في هذه الهيئة التي هي يبنى عليها النظام الديمقراطي إذا لا يوجد انتخابات نزهة ولا يوجد صهر على نزهة الانتخابات وشفافيتها ولا يوجد فعل انحياد الإدارة ولا يوجد إرادة سياسية قوية في هذا الاتجاه الأمور التي تأتي بعدها تكون مجرد تحسي الحاصل هذا باختصار حتى لا أطل على أسد الكرام بارك الله فيكم